بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة حبيبي هنعمل السنبوس عشان شهر رمضان المبارك ان شاء الله كل سنة عموا طيبين معايا نص كيلو من الدقيق زي ما انتوا شايفين حطيت عليه معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين كبار من الزيت نزلت عليهم كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين معايا بعد ما دوبت الزيت الاول نزلت بشوية مية دفين دفين آآ ما شاء الله مش مية ساعة يعني عشان الجو برد فضلت اعجن فيها كده ما شاء الله دي بقى مش عايزة آآ مية كتير علشان ما تبقاش آآ مرقة معايا لا عايزة تبقى نشفة شوية بس تتعجن عجين حلوة برضو عشان تبقى نعمة زي ما انتوا شايفين كده بعد ما عجلناها ما شاء الله بقت جميلة هنسيبها بقى ترتاح شوية زي ما انتوا شايفين كده نحطها لفاف كده عشان ما تنشافش وشها يشقق منك وهنقوم غطينا بفوطة نظيفة كده ونسيبها ترتاح ربع ساعة نص ساعة كل ما ترتاح اكتر تبقى معاك في العجينة حلوة ما شاء الله زي ما انتوا شايفين معايا ارتحت العجينة ما شاء الله كويس جدا انا قاعدت هيجي ساعة عشان تبقى آآ مفرودة معايا كويس كده ما شاء الله عملتها رول زي ما انتوا شايفين قطعت الرول نصين اسمت الرول الاول نصين وبعد كده اسمت كل نص اربعة زي ما انتوا شايفين معايا اسمت كل نص اربع قطع زي ما انتوا شايفين كده هنلفهم كده نكورهم قد بعض لازم يكونوا قد بعض بالزبط علشان لما نجي نفرد العجينة تبقى قد بعضها بالزبط يا حبيب كل سنة وانتوا طيبين رمضان على الابواب آآ يا رب كده يعود علينا بخير وعلى المسلمين اجمعين السنبوسة جميلة ولاها حشوات كتيرة جدا ممكن تحشيها لحمة ممكن تحشيها خضار خضار مثلا آآ ممكن تحشيها جبنة مزرلة لها كتير بصراحة آآ يعني ممكن تتحشي بآآ اي اي حاجة عندك يحفي بعد ما كورناهم كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده بقى معايا تمن قطع. تمن قطع زي ما انتم شايفين معايا كده حبيبي. هناخد ايه? معايا معلقتين من النشا ومعلقتين من الدقيق. مع علقتين النشا ومعلقتين من الدقيق خلطناهم على بعض علشان نفرد بهم العجينة عشان العجينة ما تلزقش معانا. زي ما انتم شايفين يا حبيبي قلبي طريقة جميلة جدا جدا. ومش يعني مش غالية. وبعدين مش هتكلف منك حاجة هو نص كيلو دقيق بس. وعندك المية في البيت. ومعلقتين الزيت موجودين طبعا عندك في البيت. ما شاء الله فردنا اول كرة زي ما انتم شايفين كده او اول قطعة. وبعد كده حبيبي هنفرد القطعة التانية. زي ما انتم شايفين كده هنحط برضو شوية من الدقيق على النشا. انا عملهم خليط على بعض يعني. فردناهم بالنشابة زي ما انتم شايفين كده. هنفرد اربع قطع مع بعض علشان احطهم اه مع بعض فوق بعض علشان افردهم يبقوا اربع قطع. فردناهم كده زي ما انتم شايفين دي رابع واحدة. تفرديهم على اساس يبقوا قد بعض في الفرد. كده يا حبيبي قلب زي ما انتم شايفين معايا. بعد ما فردناهم كده. ما شاء الله. احنا فردنا تلت قطع اسفة دي الرابعة. ما شاء الله. لازم يبقوا حجم واحد. لازم يبقوا حجم واحد. طبعا السنبوسة غالية جدا جدا. انا كنت باجيبها بمبلغ آآ السنة اللي فاتت. كنت باجيبها بخمسة واربعين جناه. السنبوسة السعودي الله واعلم. السنة دي هتبقى بكام. انا ما جبتاش من السنة اللي فاتت. ما شاء الله يا حبيبي. آآ جبنا كده قطعة من اللي احنا عملناها الاول. فردناها. لازم تدهيني وشها زيت. لازم تدهيني وشها الاول زيت. وبعد كده هتقومي حطا بعد ما نحط الزيت. هتقومي حطا ايه? رشة حلوة كده بنتناس من الدقيق على النشا. لازم رشة كده بنتناس من الدقيق على النشا. وبعدين القطعة التانية برضو هندهنها. لان الوش اللي بندهنه بالزيت ده. هندهنه فين? هنحطه على النشا زي ما انتو شايفين كده. ايوة. حطينا شوية نشا حلوين. والوش اللي على الزيت قلبناه على النشا اللي احنا رشينه. ده الوش ده بقى ما شاء الله هندهنه. لان هو مكان النشا والدقيق. النشا حلو برضو بيورق العجين. والدقيق برضو عشان ما تلزقش. احنا بنحط الطبقات اللي الزيت على الدقيق دي عشان ما تلزقش معنا. حطينا كده بعد بعد ما عملنا دهنها زيت هنحط برضو رشة من الدقيق على النشا وهندهن برضو القطعة التانية من الزيت. وهنخلي وش العجينة للمزيد على الدقيق. او النشا. وهكذا. زي ما انتو شايفين معايا كده حبيبي. ده القطعة التالتة. دهنها برضو من الزيت. ما شاء الله. تحفى وطرقة جميلة جدا. صلوا على النبي بقى محمد عليه الصلاة والسلام. وحطوا اللايك. ما تنسونوش في اللايك. واللي مشتركش في القناة يشترك. وفعلوا زر الجرس عشان يوصلو كل جديد. كده يا حبيبي. الوش اللي الزيت حطناه. على الوش اخر طبقة دي بقى مش هنحط عليها زيت. لأ هنحط عليها بقى دقيق ونشا. علشان نفرد مع بعض كده بيننا الشابة زي ما انتو شايفين. لازم تخلي الطبقات مساوية بعضها. على قد ما تقدر. ما شاء الله. طبعا الرخامة عندي كانت مليانة دقيق ونشا. بس ده غصب عني علشان اعملها معاكو كده زي ما انتو شايفين. ده هنها تاني الناحية. وقلبناها عن ناحة تانية. بعد ما فردناها شوي عن ناحية دي لازم تقلبيه على ناحية التانية. عشان تقدر تسويها تبقى قد بعضها بالزبط. ما شاء الله يا حبيب قلبي. ما شاء الله. زي ما انتو شايفين معايا كده. قلبناها برضو عن ناحية التانية. ان الشابة دي عندي بقالها سنتين. كنت جايباها من واحدة فتحة محل جنب كده ربنا يبرك لها يا رب بسمعها مناجوة. كانت عتيها لي بخمسة واربعين جنيه. يعني لو باشتراها النهاردة هاشتراها بمبلغ وقدر. ربنا يبرك لها يا رب وخليلها ولادها. زي ما انتو شايفين كده يا حبيبي. فردنا العجينة كويس جدا جدا. طريقة السنبوسة سهلة وجميلة جدا وبسيطة يا حبيب قلب. بعد ما فردناها جامد كده حاولوا تفردوها تبقى مستطيلة. تبقى مستطيلة عشان لما تيجي تقطعيها تبقى مستطيلة. انما الدايرة آآ هتهضر معاك آآ عجين كتير. ما شاء الله يا حبيبي. صلوا عن نبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كده قلبنا زي ما انتو شايفين معايا العجينة. قلبناها على الناحية التانية. وفردناها زي ما انتو شايفين معايا. ما شاء الله هنروح فين? على الصاجة. عندك صاجة بقى بتاعت الفرن اللي انت بتدخلها الفرن هاتيها. اللي بقى على ضهراء. وقمنا بنزلين ايه? قمنا بنزلين العجينة المستطيلة دي على الفرن. كل ما العجينة حتة تنشف هتقوم يشد الصاجة الناحية دي شوية على العين بالزبط. علشان زي ما انتو شايفين الحتة الغمقت دي معناها استوت. الحتة اللي غمقت العجينة كده استوت. الناحية دي لسه بضع ايه? شدتها برضو ان حياتي كل شوية بقتى شدها ان حياتي شوية ان حياتي شوية. كده حبيبي جبتها خلاص خلصت من على النار. هنقطع زي ما انتو شايفين كده بالزبط. انا مسرعة الفيديو التقطيع ده. عشان كان طويل. ما شاء الله يا حبيبي زي ما انتو شايفين كده. قطعناها قطع قد بعض بالزبط. ما شاء الله. جميلة جدا. حاولوا تساوها كده. لازم تساوها قد بعضها. ولو طلعت مسلا ورقتين تلاتة مسلا قصيرين عن التانين مش مشكلة عادي. هي برضو هتتحشى معاك. كده طلعناها من بعضها عادي لو ورقة منك تقطعت او ورقتين مش مشكلة. ما يجراش حاك برضو هتتلف معاك. ما ترمياش. ما شاء الله بعد ما خلصناها. اهي ما شاء الله. انا عملت بس اول اربع كرات معاكم. وصورتهم كده زي ما انتو شايفين الكرات التانين. الاربع التانين. انا عملتهم بس ما ايه ما صورتهمش فيديو عشان الفيديو اه ما يبقاش برضو ايه واخد وقت معاكم. كده ما شاء الله بقى اه دول الكرتين الاربع كرات الاولين اللي انا طلعتهم وصورتهم معاكم اول مرة وانا ببططها وحطتها على البتجاز. ما شاء الله تحفة. شايفين رقيقة جدا جدا ازاي وجميلة. هتلفها منديل كده زي ما انت شايفها تحشيها الحشوة اللي انت عايزها وهتلفها كده بكل سهولة يا حبيبي. ما شاء الله جميلة جدا جدا وشوفو. طرية وما بتتقطعش ما تخافوش. ما شاء الله طرية جدا جدا. دي بقى الاربع التانين اللي انا عملتهم وانتو ما شفتهمش يا حبيبي. عشان ما طولش عليكم الفيديو. بسم الله ما شاء الله كل الكمية دي من آآ نص كيلو دقيق والله يا حبيبي. ما شاء الله يعني دول يعملوا وليمة. وليمة سامبوسة والله طبعا آآ صفرة رمضان ما بتحلاش غير بالسامبوسة الحلوة. دي اخير يا حبيبي. اشوف كم على الف خير وكل سنة وانتو طيبين يا حبيبي.